خسارة الاستفتاء كانت واضحة منذ صباح الأمس فالإقبال على التصويت على الحصة الإلزامية لاستيعاب اللاجئين التي أقرها الاتحاد الأوروبي كان ضعيفا ولم يتجاوز الأربعين بالمئة ما جعله لاغيا فيكتور أوربان لم يعترف بالهزيمة ودعا إلى متابعة النضال إلى جانب أوروبا المسيحية ضد من سماهم بالغزاة المسلمين المسألة تتعلق بمستقبل المجر وهذا من أهم مواضيع السنوات المقبلة لأن حياة أبنائنا وأحفادنا على المحك مع من سوف نعيش وماذا سيحل بثقافتنا وأسلوب حياتنا واقتصادنا الذي ينهض من تعثره المسألة تتعلق بجذورنا المسيحية تسبب هذا الفيديو الدعائي الذي تبثه حكومة أوربان في خوف مسبق من الإرهاب لدى المواطنين لذا كان من المتوقع أن تصوت الأغلبية ضد الحصة الإلزامية الأوروبية من اللاجئين لكن حكومة أوربان لم تنجح في مسعاها فالكثير من الناس وقفوا أمام البرلمان داعين إلى مقاطعة التصويت هذا يظهر بأن الشعب لم يعد يدعم الحكومة وهذا مؤشر جيد أزمة اللاجئين هي مسألة تتجاوز الحدود المجرية وجميعنا يعرف ذلك جيدا أما أوربان فيواصل سياسته المعارضة لقرارات الاتحاد الأوروبي لضمان سيادة بلاده